السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة الله عبد من قناة دروس تعلمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاول الثانوي. هناخد النهاردة. هناخد الجزء الخاص بجرامر. هنشرح الجرامر بالتفصيل. هنعلق على كل التركات اللي ممكن تعبيرنا. هنحل عليها اسئلة من اسئلة الادرات بتاع العام الماضي. وهنقول السبب بتاع الحل. ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس. وتضع اصحابكم كمان لان ده اكبر بتاع عاملينا علشان نستمر. والسلام كمان لو بتشير الفيديو الاصدقاء يبقى قرطر الف شيرك. يلا بنا نبدأ مع اول حاجة. زمن المضارع البسيط. اي زمن عشان تدرسه كويس لازم ان تكون عارف استخدام الزمن. ازاي تكون جملة منه في الجملة المثبتة? وازاي تجيب جملة منفية? ازاي تكون سؤال بالنوعين بتوعه? سواء كان yes or no question او wh question. كمان ازاي تستخدمه في المبني المقول? الكلام ده كله هنقوله دلوقتي بالامثلة عشان نفهم كويس. اول حاجة. تكوين الجملة الخبرية المثبتة لها الaffirmative sentence. دايما تدقى الجملة الخبرية المثبتة بفاعل? سواء كان بقى الفاعل اسم او ضمير. ضمير زي ايو وي ذاي. بجيب معهم مصدر الفعل. لما قول مثلا اي جيت اب ات سيكس كلوك افري مورنين. لو بتلاحس هنا اول حاجة عندك هنا كلمة جيت. ده فعل مصدر ليه? لان هنا جاي قبله الضمير اي. والضمير اي بيجي معه فعل مصدر في زمن المدرع البسيط. طب انا عرفت ان هو مدرع بسيط ازاي? كلمة every morning. وهناخدها بعد شوية من التعبيرات التالة على زمن المدرع البسيط. ان هنا كل يوم صبح ساعة ستة هو بيستاركز. داي sometimes go for a walk on fridays. هنا كل يوم جمعة. هم احيانا بيخرجهم عشان يتمشق. هنا كلمة go for a walk on fridays بعبر عن عادة متكررة كل زبوع. يبقى هنا الضمير ايو وزاي او اسم جمع بنجيب معها مصدر الفعل. لكن لو الضمير هي وشي وقت هنجيب معاه فعل في اس او اي اس او اي اس. امتى نضيف الاس? ديت مع اغلب الافعل. لما قول مثلا احمد لايكس فوتبول بري متش. احمد بيحب كروتل قدم كثيرا جدا. كبنة لايكس ضيفنا لها اس عشان احمد اسم مفرد ولجملة في زمن المدارة. بنضيف اي اس مع الفاعل المفرد برضو لو ههي وشي وقت لو كان الفعل منتهي احد الخمس نهايات. سي اتش اس اتش اس اس او اكس. مثلا ايا شايفين كلمة بنضيف لها ايه? اي اس ليه? عشان الفاعل ايا اسم مفرد. وغير كده ان كلمة منضف لها او اخر حرفين فيها تمام? امتى اضيف الاس مع الفاعل المفرد الغايب? اذا كان الفاعل منتهي بواي. والواي ما اصبكه بحرف ساكن. بنحسف الواي ونضفي اي اس. مثلا. شايفين كلمة كان اصلاها بس عشان مريم اسم مفرد جمنا كلمة ايه? فاعل في اس. اي اس لان حولت الواي الى اي اس. انا عرفت الجملة مرتبتة. خلاص الكلام في تكوين المدارع البسيط. احنا بنجيب فاعل مصدر. ايه ما فعل في اس. المصدر مع ايو زي او اسم جامع. والفاعل في اس او اي اس ايا كان يعني. مع الفاعل المفرد او ضمير المفرد. ايه الغائب. تمام? لو هنفي الجملة سهلة جدا. فاعل زائد المصدر فاعل زائد المصدر تاني قلنا دونت طبعا مع الضمائر او اسم جامع مثلا انا لا استايكز الساعة السادسة يوم وجمعة مثال تاني احمد لا يحب قرطله قدم كثيرا جدا هنا لها قال دونت عشان اي تاخد دونت في النفي طب لي هنا قال دونت عشان دونت ايه او احمد بياخد دونت في ايه? في الجملة المنفية. لان هنا مفرد. طب ليه جاب لايك? لان بعد don't وبعد doesn't بيجيب مصدر الفعل. دي طريقة نفي. الاولى. كمان في طريقة نفي تانية باستخدام never. يبقى انا ممكن انفب don't doesn't ادي طريقة او بnever ودي الطريقة تانية. خلي بالك. لما بنفب never ممكن اضيف s او s او s للفعل اذا كان الفعل ضمير غائب مفرد. هي وشي وات. ليه? لان في بعضكم بيغلط. واللي دايما في النفي بجيب مصدر سواء مع never او مع دون تضاست. الكلام ده غلط. ركز معايا. لما اقول. he doesn't help the poor at all. هو لا يساعد الفقراء على الاطلاق. شايفين كلمة doesn't help? انا جبت help بمصدر ليه? عشان قبلها doesn't. نفس المعنى. he never helps the poor. شايفين كلمة never helps? ليه جبت هنا اس? لان الفاعل هي ضمير مفرد غائب. فانا بجيب الفعل عشان فعل في اس عشان هي وليس never. اذا never ليس لها دخل في اضافة less او عدم اضافة less. مثال تاني. they don't get up late. هم لم يساكزوا مبكرا. اتقول ما بيساكزوش بدري ابدا. دي بتساوي they never get up late. عمرهم ابدا بيساكزوا مبكرا. هنا بقى never جيب بعدها فعل مصدر. وكلمة don't جيب بعدها فعل مصدر. هل عشان never ولا عشان don't? لا. never ملاحش علاقة. الاساس عندي في حالة النافي. انا بجيب مع don't مصدر. وهنا الفاعل الابل never بيجيب له فعل مصدر بعد never. تمام? لو عاوز اكون سؤال باستخدام do or does. لو السؤال بهال. طبعا do does فاعل مصدر. do or does فاعل مصدر. هتلاحز ان في نافي جيبت مع do or does. اللي don't or doesn انت جيبت مصدر. وفي السؤال do or does بجيب مصدر. ركز معايا. do get up at six every morning. هل انت بتستيقض الساعة السادسة كل يوم الصبح? لو بيحصل الكلام ده هيقول له yes i do. دي هات بنقول عليها short answer اجابة مختصرة. طب لو عايز تجيب complete answer هتقول yes. اجابة كاملة يعني. yes i get up at six clock every morning. طب ينفع اقول yes i get up وقف كده غلط. لازم انا اكمل لو اجيب اجابة كاملة. لو مختصرة يبقى ادوه على طول. لو انا اجاوب بالنفي. no i don't. طبعا عايز اجيب اجابة كاملة منفية. no i don't get up at six clock every morning. سؤال تاني. does aya watch action films? هالآية تشاهد افلام الاكشن? لو ايا بتشاهد الافلام ما تقول yes she does. وبتشوف شو الافلام no she doesn't. ده لأ اجابة مختصرة. طب لو اجابة كاملة. yes she watches action films. او no she doesn't watch action films. اللي بقى لك. دو فاعل مصدر زي ما قلت. دو فاعل مصدر الفعل. لما اخذت السؤال الاولاني بهال. طب لو اسأل بادات السفام او كلمة السفام. نفس التكوين اللي فات بالزبط. يعني دو اوضاس فاعل مصدر. هقول ايه? ادات السفام دو اوضاس فاعل مصدر. مثلا what do you eat for lunch? ما الذي تتناوله على الغداء? قال باك هنا كلمة what? جي بعدها ايه? جي بعدها دو. ليه جبت دو? عشان يو. طب وليه جبت ايت مصدر? عشان دو. كم مرة مصر عشرف يزيب النادي? ممكن تقوله مثلا twice a week once a month حسب الاجاب. اهم نقطة واللي معظمنا بينساها هي البسف المبني المجهول. ازا يجيب جملة او حاول جملة من مبني المعلوم من درع بسيط يعني الى مبني المجهول. مبدئيا جملة المبني المجهول تبدأ بمفعول. خلي بالك مجهول مفعول مجهول مفعول. حفظها بالطرقة دي. ليه? لان المفعول هو الذي واقع عليها الفعل. فهتبدأ الجملة المجهول بمفعول اجيب ام ازار اجيب تصريف تالت. ركز معايا. اول حاجة هنا كلمة فارمرز هتقول لي ده مفعول لا دي دي فاعل. ليه? لان الفلاحين هم اللي بقاموا بالزراعة هو الذي يقوم بالفعل. الفاعل عندي المفعول بلانتز. يبقى الجملة فاعل ثلاث حاجات اساسية. فاعل فعل مفعول. دي جملة مبني معلوم. انا عاوز يحاول الجملة ديت الى مبني المجهول. احنا قلنا المجهول يبدأ بايه? بمفعول. فين المفعول? من الواقع عليه الزراعة او الفعل يعني? طبعا بلانتز. بلقات بكلمة بلانتز. الفاعل فين? جبت الفاعل في الاخر مزبوكه بكلمة باش. الفاعل اللي بقى عندي هو ده اللي هي مني اللي معظمكم بينساوت لخبط. انا هنا عملت ايه? انا جبت اهم وزوار قبل الفعل. وجبت التصريف التالت من الفعل. اصبحت الجملة طب معنى الجملة المعلوم ايه? ومعنى جملة المجهول ايه? معناها الفلاحون يقوموا بزراعة النباتات. طب المجهول? النباتات يتم زراعتها بواسطة الفلاحون. تمام كده? مثال تاني. ديت ايه? طبعا الفاعل. ديت. ديت الفاعل بس منفي. وطبعا المفعول ايه? المفعول هيبقى ميت. تمام. يعني هنا بعض الناس لا يتناولوا اللحمة على الاطلاق. او اللحوم على الاطلاق. كده جملة فاعة تركها. فاعل. فاعل. مفعول. عايز اجيبها مجهول. هابدأ بيه? برافو عليكم. هابدأ بالمفعول اللي هو كلمة ايه? ميت. وفين بقى الفاعل? مزبوكه بكلمة باي. باي سان بيبوت. طب انا ممكن اشيل كلمة باي سان بيبوت. ما فيش مشكلة. ممكن اشيل هم متقصرش على المعنى. طيب هنا بقى الفعل الاساسي. كان بقول لك. لازم انت خلي بالك ان الجملة من فيه. تمام? دي اول نقطة. النقطة التانية. انت بدأت في كلمة ميت والجملة المعلوم كيتبادأ بسام بيبول. في ناس بتطلعوا بتقول لك سام بيبول كيت اسم الجامعة فاجيب غلط. ليه? انت ركز في اللي جايلك جديد قبل كلمة ايه انت ديت اللي هي فاول الجملة اللي اصبحت المفعول جيبته فاول الجملة. طب كلمة ميت اسم لا يعد يعامل معاملة المفرد. دي بانا اجيب ايه ما اجيبش ار. طب ايه ولا ازنت اجيبها من فيه. لان الجملة كيف تقول بعض الناس لا يتناولهم. يعني منفية. فانا اقول اللحوم ميت ازنت التصريف تلت من ايد هيبقى ايتن اتول باي سام بيبول. يعني بعض اللحوم لا يتم تناولها على الاطلاق بواسطة بعض الليه? بعض الناس. خلي بالك ملحوظة مهمة. لا تستخدم. او لا نستخدم فعل هاز او هاف كفعل اساسي في المبنى المجهود. ويستبدأ بفعل اخر بحسب المعنى. يعني ايه? المشكلة عندي في كلمة هافو هاز ان لها اكتر من معنى. تمام? ليه يعني ايه الكلام ده? لو هاف او هاز فعل اساسي هتلاقي ممكن يكون معناها اون يمتلك. بوزس يمتلك. ايت يتناول او يأكل. باي يشتري. يقضي. ياخذ. شفت كم معنى? يبقى ازا عشان المعنى كتير ده كلها? فبالتالي الحل الحل بتاع المشكلة ديت ان انا اجيب المعنى بتاع فعلها. يعني مثلا انا امتلك سيارة. ما ينفعش اقول خطأ. طب كلمة هاف معناها يمتلك يبقى انا اجيبي اما اون وتصرخه في التصريف التالت. او بوزس. اقول الجملة اكار is possessed by me a car is owned by me. واللي تنصح. مثال تاني. هي تتناول او تناول الغداء ساعة ثانيا. المفعول لانش. رفت اقول لانش. ما ينفعش اقول ايسهاد بقى. تمام? اتو كلوك باي هير. تخيب اي هنا هاز معناها يتناول. فجبت كلمة ايد بمعنى يتناول بدلا منها. ناخد من التست على الجزء اللي فات ده. هنا بقول لان ابني يعني بيلعب كروت قدم وتنس في الناد. هو دلوقتي لازم ان تسأل نفسك دايما في الجملة بتاع الازمنا كلها. هل الاول كلمة في الجملة هي الفاعل يعني اقام بالفعل? ولا المفعول اللي واقع على الفاعل? ليه يا مستر? لانك هتواجه نفسك يا تراجيب التكوين بتاع المبنى المعلوم? ولا التكوين بتاع المبنى المجهول? هنا ابني ولا كروت قدم? يبقى مش معقول ابن هو بيتلعب. ده ابن هو اللي بيلعب كروت القدم. ازا ابني فاعل يبقى انا اجيب مبنى المعلوم. فبالتالي خطأ خطأ. طب مفرد ازا كان عندي اسم مفرد او ضمر غائب بجيب الفعل في اس. يبقى هنا تمام? نمبر تو. طبعا هنا اسم جمع وجملة معلوم. يبقى هنا بلاي فاعل مصدر بيجي مع اسم الجمع. لا ينفعش ما اقول لان ابنائهم اللاموا باللعب. نمبر ثري. فوتبول ام تنس. المرة ده بدأ لي بايه? كروت القدم ولاعبة تنس. هم بيلعبوا نفسهم? لا ده بيتم لعبهم. ازا اندول المفعول? يبقى اجيب سيغط ما بالمجهول. يبقى بلاي خطأ وبلاي خطأ. لاندول معلوم. از بلاي ولا ار بلاي يعني كرة القدم والتنس يتم لعبهم في النادي. نمبر فور. فوتبول اندقلاب. كرة القدم يتم لعبوها في النادي لانها مفعول هنا. ازا هتبقى اس بلاي. لان اسمه مفرد. نمبر فاير. هل امير حضر حفلة عيد ملاذك? احنا قلنا في السؤال داس فاعل. برافو عليكم. داس فاعل. مصدر يبقى يحضر. تمام. ملحوظة مهمة جدا. بناخدها من السؤال الاخير. انا ليه جبت مع داس فعل مصدر وليه ما اجيبش مع از فعل مصدر او فعل في اس. ركز في الاجابة كفعل اساسي في الجملة بنستخدم ام و از و ار بمعنى يكون او يوجد. ولا نستخدم دو او داس. يعني ما قول مسلا علي يكون في المدرسة. علي علي لا يكون في المدرسة. هل علي يوجد في المدرسة? اين يوجد علي? طب يا مستر ليه انا ما قلتش هنا او داس بقى داس علي احنا قولنا لو افتكروا مديئة على فكرة دي الفايصل في الكلام النهائي كله ان تقول دو فاعل مصدر داس فاعل مصدر. يعني لو هتجيب دو او داس سواء في النافي او في السؤال بنوعينه يبقى انت تعمل اي تجيب مصدر الفعل. مفيش مصدر فعل ترجع لقام وازوار. هتشوف وراء صفة وراء وظيفة وراء حرف جرح حسب الجملة. لكن الفعل ها كفايل اساسي في المدرع البسيط. معناها يمتلك زي ما قلنا من شوية يتناول يشتري يقضي وقت. بنجيب دو داس غالبا مع دو داس دول افعال المساعدة بيجرها فاعل المصدر اللي هو هاف. مثلا. they have lunch at three clock. هما بيتناولوا الغداء الساعة الثالثة. لجب من المثبت. they don't have lunch at three clock. هما بيتناول الغداء الساعة الثالثة. يبقى هنا هاف يتناول. دفع ليا يا جمعة. دفع المصدر. عشان اجيبه من فقل the don't have. لان هنا they اسم جامع بيجيب مع ايه don't. مثال تاني. do they have. ما قولتش. are they have. ليه? are لو جبتها ما اجيبش معها فاعل المصدر. لكن دول لما اجيب هاجيب معهم مصدر. do they have lunch at three clock. هل هما يعني بيتناول الغداء الساعة الثالثة? لو اسأل بعد استفهم. when do they have lunch? متى يقوم هما بايه? بتناول الغداء. when do فعل مصدر زي ما قولنا بكده. نحن لي من التس نمر تو? نمر وان. علي نقطات home right now. he is at school. اللي بقى لك. هو جاب لي هنا فعل مصدر? لا. isn't doesn't غلط. يا مصر طب ما هو doesn't اجيب بعدها بيه. ما ينفعش اجيب بيه بالشكل بتاعها ده. لان فعله يكون لا يأتي بعد كلمة ايه? doesn't. تمام? مبدئيا doesn't بيه غلط. لان احنا قلنا بيه بجيب مكانها am او is او are. فدي خطأ. طب is ولا isn't ولا has? برضو نفس الكلام. علي has at home. has هنا يعني يتناول. خطأ. طب is ولا isn't. نشوف المعنى. يا ترأوا العالي is at home. علي يكون في المنزل. الان هو في المدرسة. طب ازاي في المنزل وفي المدرسة ازان هاتبة isn't. ما يعني لا يكون في المنزل. number two. ايه بي كلم بي? بيسأل يقول له. at home right now. قال له no. he is at school. قال له لا ده هو في المدرسة. يبقى كده يقول له هل علي يوجد في المنزل الان. الولا ده هو في المدرسة. ازان هتبقى does علي be ولا does علي have. ولا دي ولا دي يا مصر. لان عايز اقول يكون verb to be. فقول هنا is علي at home. وطبعا علي is خطأ لان ده سؤال. بجيب is قبل علي. number three. we know at lunch before my father returns home. دول احنا من نتناول الغداء ولا لا نتناول. اولا الجملة كلها من فيها يبقى احنا لا نتناول الغداء قبل ان يصل ابي الى المنزل. ازان اتها جيب جملة من فيه. لو قلت aren't ما جاب لك هنا lunch. نحن لان نكون الغداء خطأ. طب haven't. طب haven't هنا يا طرنت اصدق. مدرع تام فجيب وراء تصرف تالت. ولا مدرع بسيط. لو مدرع تام ما فيش تصرف تالت. ولو مدرع بسيط ما ينفعش اقول haven't. لان haven't كما تجي في المدرع بسيط بتبقى فعلي اساسي. ازان ده خطأ هي كمان. طب don't be ولا don't have. احنا قلنا بي ما تجيش كده بتيجي في المدرع البسيط. يبقى هنا تبقى don't have. يبقى we don't have lunch. نحن لا نتناول الغداء قبل ان يصل ابي. number four. شايف? علامة استفهام. ازان دي سيغط ايه? سؤال. يبقى انا مش هجيبها سيجملة اللي فاتت. الفيطة كده جملة. لكن ده سؤال. طبعا انا عايز اجيب السؤال بتاع المدرع البسيط. مبدئيا are you خطأ? احنا قلنا سبب. can you have? دي جملة خبري. have you ولا do you have? طبعا هتبقى do you have? هل انت? do you have? هل انت تناولت الغداء قبل ان يصل والدك الى للمنزل? ايه بقى استخدامات المدرع البسيط? اول حاجة. طبعا هنستندج الاستخدامات دي كلها من الامثلة اللي قلناها في المثبت والمنفل والسؤال. بعبر عن حقائق ثابتة. ودي اول نقطة مهمة جدا خليبات منها. لما يكون فيه معلومة في الجملة بتعبر عن حقيقة ثابتة. يبقى مدرع البسيطة على طول. يعني اما تجيب فعل مصدر او فعل في المثبت او دونت او دازنت في المنفي. مثلا. طبعا حقيقة الشمس تعطينا الضوء والحرام. ازا لما يكون جملة حقيقية. ما فيش اي كلمة تدول على الايه? عن المدرع البسيط. زي كلمة ايه فاكرين? زي كلمة وصمتاز. ما فيش اي كلمة. بس عندي هنا المعنى بيقول ان ده حقائق ثابتة. يبقى جيب مدرع بسيط. والفاعل ده ايه مفرد فاجبت فائس. مثال تاني. الناس لا تعيش اسفل المياه او تحت المياه. انا بكلم على الحقائق. والناس لو عايزة تتنفس الاكسوجين فتبقى فوق الايه? على سطح الارض. ازا المعلومة ديها هنا جملة منفية صحيحة. كمان ممكن المدرع بسيطة يعبر عن ايه? مواقف دائمة. او حقيقة تدوم لفترة يعني حقاها ايه? مثلا. يوسف يعيش في اسيوت. ما انا بتكلم هنا على ايه? على حقيقة. شيء حقيقي. زوجتي تكون مهندس? هي فعلا شغالة مهندس? يبقى لحقيقة ممكن تدوم لفترة? او مواقف دائم بس هو حقيقة في الوقت اللي بيكلم فيه. نقطة بقى مهمة جدا ودي يا جماعة شوفهم موضع امتحانات كل سنة. تلات اسم هوت عشان تخلي بالكم مهمة جدا جدا. ايه يا مصر عالتية? ايه يا مصر عالتية? ومعظمنا بينساء خلي بالكم. المدرع بسيط ممكن يدول على المستقبل. ايه ده يا مصر? المدرع بسيط يدول على المستقبل. طب ازاي? بعد رابط زمني. زي ايه? عندما بينما از او جاست از بينما قبلة في اللحظة التي قبلة بعدة بمجرد ان امتل او تل حتى. ركز بقى في الامثال عشان الامثال هتوضح لنا بقوله كتير او. بجيب لرابط الزمن. اجيب بعده حجم اللي اتنين. يا مدرع بسيط يا مدرع تاني. حجم اللي اتنين يا ايه يا مدرع بسيط يا مدرع ايه تاني. طيب الجملة التانية بجيبها مستقبل. تمام? يبقى بعد الايه? الروابط الزمنية دي يا جماعة. لو جاب لي مستقبل في جملة يا جملة التانية. بجيب بعد على طول يا مدرع بسيط يا مدرع تاني. تمام? ركز معي. او 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 ديات مدرع بسيط. او مدرع تاني واللي اتنين صح. عندما اعود الي المنزل سوف اكون باخذ دوش. اللي بقى لك مستقبل يبقى هنا المدرع فين? مثال تاني. قبل ان تذهب. قبل ان تذهب للفراش. سوف تقوم بتقبيل مومتها. هتبص مومتها يعني قبل ما اتنان. يبقى هنا ديات ايه? مدرع. لا هنا مستقبل يا مستر. تمام هنا مستقبل. لكن هنا مدرع بسيط. طب نفرض ان جاب لي الرابط الزمني. بين الجملتين. كده كده اللي بعده معروف. يا اما مدرع بسيط زي ما قلنا. يا اما مدرع تاني. ازا قبله يبقى مستقبل. بس ديات حالة خاصة بكلمة انتل. ان بيجاب لها نافية. يعني صيغة اللي هي المستقبل المنفية. لما اقول لن اتصل بك لن اتصل بك قبل ان اعرف اخر الاخبار. يبقى انتل لها حالة خاصة. ان بيجاب لها ايه? صيغة غالبا منفية. مش دايما غالبا. المنحوظة الرابعة. بنجيب كمان مدرع بسيط. بعد اف الحالة الشرطية الاولى والحالة الصفرية. فاكرين الحالة الصفرية كنا نقول لها ازاي? اف فاعل مدرع بسيط فاعل مدرع بسيط. دي حالة صفرية تعبر عن حقائق. لكن الحالة الشرطية الاولى اف فاعل ولول مصدر. لكن الحالة الشرطية الاولى بقول اف فاعل مدارع بسيط فاعل تاني فاعل مدارع بسيط فاعل دي الحالة الشرطية الاولى شوف مثل هنا لو انا حصلت او جبت معلومات على الموضوع ده سوف اخبرك يبني كلمة ايه كلمة مام يحصل على مدارع بسيط وهنا مستقبل ودي الحالة الشرطية الاولى كمان ممكن استخدم المدارع بسيط للتعابر عن ايه على جداول موعيد ثابتة في المدارع المستقبل يعني ايه القطار بتاعنا سيغادر هالساعة تاسعة غدا صباح لسانة يا مصر سيغادر يبقى المفروض تبقى والقرائف لا ما احنا قلنا بقى المدارع البسيط هنا بيجي مكان المستقبل عشان يعبر عن جداول موعيد ثابتة سواء الجدول في المدارع او في المستقبل وخلي بقى يبقى القطار معروف ان القطار بيغادر الساعة تسعة ده معاده ثابت يبقى اجيبها في المدارع البسيط مع الموعد السابتة بس تخدم المدارع البسيط كمان بدل المدارع المستمر للتعبير عن ما يحدث الان بس مع مين مع افعال اسمها افعال الحواس والمشاعر والادراك وبيقولوا عليها افعال تقريرية تمام يبقى الافعال التقريرية او افعال المشاعر والحواس والادراك مثلا ما ينفعش اقول طب أقرب زمن للزمن بتاع المضارع المستمر هجيب مضارع بسيط فأقول يبقى لما يكون الفعل لا يضاف لها في الأفعال الحواس والمشار والإدراك بنعمل إيه؟ بنجيب أقرب زمن للفعل ده وأقرب زمن عندي للمضارع المستمر هو إيه؟ المضارع البسيط ناخد من التست نمبر ثري نمبر ون الأسود عايزوا لك تأكل اللحو طبعا أنا بكلم على حقائق لو قلت دونت إيت ما اللي ما بتاكلش رحوم هتاكل إيه؟ فدي غلط طب قار إيتين ده كده الأسود بديتتاكل لأنه خليت الأسود مفعول ده الأسود فاعل طب اسم جمع أيوي بقى هنا إيت فاعل مصدر مع اسم الجمع نمبر تو طب هنا الأسود بتاكل عشاب لا لا تأكل يبقى هنا نمبر ثري الشربة دي هنا الشربة دي هتتطرقوا بقى اس تيستنج لا بانترسي إلى مصر إن فيها فعل مشاعر وحواس لدي لو دفلا ينجي بقى اس تيستنج دي هتغلط ومال هجيب إيه؟ هجيب مكانها فعل مضارع بسيط له إيه؟ معناها الشربة لها مزاق جيد نمبر فور بابا يعمل في شركة كبيرة هو يكون محاسب هناك ركز معي بقى بيعمل في شركة كبيرة يبقى إيه؟ هو محاسب هناك أنا بكلم على حقائك يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا ويركس يبقى ماي فاضر ويركس نمبر فايف بعد إيه؟ بعد ما تناول الغذاء بتاعي هاخد إيه؟ راحة قصيرة أنت جيبت أفضل اللي جملة التانية فيها إيه؟ مركزين يا جماعة معي جايب هنا مستقبل وجايب لي فول الجملة إيه؟ جايب رابط زمني طب الرابط زمني بيجي بعده يا مضارع بسيط يا مضارع تا والزمني التاني مستقبل أيوة يبقى هنا يجيب إيه؟ بعد ما تناول الغذاء بتاعي هاخد إيه؟ راحة قصيرة يبقى هنا هتبقى مضارع بسيط لإنه أي تاخد هاف ناخد بقى كده عادات المضارع إزاي عبر على العادات في زمن مضارع بسيط؟ أول نقطة بتكلمني هنا على لظروف التكرار دايما الجملة اللي فيها ظروف التكرار اللي بتعبر على عادات في الماضي بيجيب الفعل الأول بعد الفعل على طول نجيب لوظرف التكرار بجيب الفعل الأساسي في زمن مضارع مثلا نادى هنا عادة تذهب إلى المحلات يوم الحد يبقى هناك كلمة يوجو اللي يجيب عادة الفعل الأساسي طب كلمة الجوز ضفناها لها إس الإيه؟ عشان نادى اسم أو فاعل مفرد بتساوي نفس الجملة بتساوي الصغة التانية يعني أقول يبقى أنا بعبر على عادات المضارع بأكتر من صغة دور صغتين الصغة التالتة أجيب فاعل لما أقول مثلا يعني تعتاد على الزهاب للمحلات في الوقت الحالي يوم الحد يبقى أنا بتعبر برضو على عادة في المضارع صغة ربعة فاعل أجيب بعدها مصدر أو فعل على حسب الفعل طبعا وأجيب فعل في زمن المضارع البسيط مثلا شايفين كلمة ده فعل في زمن المضارع ضفت له عشان هي فاعل مفرد نفس المحلة بتساوي هو كان معتادا على تناول الرز معناها نو لم يعود يتناول الآن كمان صغة خمسة أجيب فاعل أجيب أجيب فعل لمصدر وأجيب في الآخر أو لما أقول مثلا هو لم يعود يتناول الأرز بعد الآن بتساوي هو كان معدادا على تناول الأرز ظروف التكرار مع المضارع البسيط طبعا نقول أدفرب طبعا لهمة في الجملة أول نقطة بنستخدم ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي بعد ثاني قبل الفعل الأساسي بعد ثاني بعد ثاني يبقى دو كلها جماعة ظروف التكرار شوف المثال لا لأن هنا ظروف التكرار بيجي قبل الفعل الأساسي اللي هو أنا دايما أكون في المدرسة في الوقت المحدد أم هنا الفعل أو هنا ظروف التكرار جات بعد ممكن أستخدم برضو ظروف التكرار في بداية الجملة أو في نهاية الجملة لما ركز على معنى الظرف بين معنى إيه يعني اللي ماقول وعدها كومة دي أول كلمة أحيانا أنا ألعب كرة قدم أو لما جات في الأول جبت بعدها كومة لما جات في الآخر ما جبتش قبلها كومة كمان التعبيرات الخاصة بتكرار الفعل ممكن أجيبها برضو في أول الجملة أو في إيه نهاية الجملة زي كلمة مرة واحدة مرتين ثلاث مرات مرات عديدة مني تايمز اللي جاء بقى أه أو أن أو كل صباح كل يوم كل يوم كل يوم جمعة في الصيف مثلا أنا أذهب لتمشية مرتين في الأسبوع يبقى كلمة التواس أو يك بتدل على زم المدرع بسيط مرة في الشهر بزور أجداد مثال أنا باخد حصة العربي يوم الأربعاء كل يوم أربعاء طبعا هنا فعل مصدر لأن تدل على المدرع البسيط والفعل بياخد فعل مصدر كل يوم الصبح ماما توقزني من نوم ليه هنا جبت بقى أولا عشان فاعل مفرد تدل على زم المدرع البسيط عشان أكد نقطة اللفات بتاع عادات المدرع نومر ون بابا يعمل كإيه كدكتور هو دايما بيبقى مجهول في الكشف وفحص المرضى طب هنا بقى هو جاب لي كلمة أوفن في الاخترارات كلها ده ظرف ومزرف التكرار مبدئيا ظرف التكرار هجيب معاه هنا إيز ولا هاز يقولت المعنى أصلا خطأ يبدو الغلط طب أقول هي أوفن إيز ولا إز أوفن لا أتبه هي إيز أوفن ليه لأنه ظرف التكرار اللي هو أوفن غالبا بتيجي بعد يبقى هو غالبا يكون أو هو يكون غالبا إيه مجهول جدا في كشف إيه على المرضى يبقى هنا هاتبقى هنا لين دايما عندها حاجة بتعملها هي مشغولة جدا لين مفرد يبقى كلمة هف غلط يبقى إيه غلط وبي غلط طب أولا كلمة هز هنا فعل أساسي معناها يمتلك أو عندها أولا دايه يبقى always بتيجي فين بالنسبة للفعل الأساسي هلقولنا قبل الفعل الأساسي يبقى هنا always has تمام number three I visit my grandparents month in the beginning and in the middle أنا بزور أجدادي كم مرة في شهر في البداية وفي المنتصف يبقى كم يبقى مرتين يبقى هنا twice a month ما دلش twice بس twice a month يعني مرتين في الشهر يعني وكأنه عايزوا لك أن twice in a month يعني في الشهر number four sama is used in as one sama تعتاد على الحياة في أسواء لو قلت sama is used to live خطأ طيب ليه لإن is used بيجي بعدها to والإن جي يبقى is used to living sama تعتاد الآن على الحياة في أسواء number five it's omar's habit ديت من عدة عمر four walks on Fridays طبعا يتمشى كل يوم جمعة يبيني ايه it's omar's habit بعدها تقول مصدر برافع عليك بقى to go نوع من عادتها أن يذهب للتمشي number six حسين not working on the farm هزولك أن حسين يعتاد على العمل في المزرعة طب كلمة used هنا معناها يستخدم أو يستخدم يعني ولا يعتاد على لا يعتاد عليه بها هنا is used to working مام الماضي البسيط طبعا شرحناه في unit one عشان يقررناك بالمدارة البسيط والماضي البسيط جيدة الوقت دورنا مع حل أسئلة على الجزء الخاص هنحل مع بعض 14 سؤال من أسئلة الإدارات العام الماضي أسئلة في أفكار جميلة جدا جدا وطبعا بتسأل على المدارة البسيط والماضي البسيط مابني معلوم مابني مجهوم number one it rarely not in the western desert in the past millennium عايزوا يقولي هنا أنها نادرا تمطر في الصحراء الغربية in the past millennium طبعا هنا past millennium مقصود بها يعني الألف عام الماضية أنت هنا بتكلم على past millennium إذا بكلم على past simple يبقى هنا rained تمام طبعا مصر طبعا تقول rarely دي طبعا ما كده كان المفروض أقول rarely rains خلي بالك الخطأ الشعي التاني إنه معظمكم بيعتقد أن ظروف التكرار تأتي مع المدارة البسيط فقط هذا ممكن تيجي مع الماضي البسيط زي الجملة اللي قدام يقولك الألفية الماضية يبقى أنت عاوز past simple يبقى هنا rained number two the young men اللي هم الشباب to be field biologist كلمة field biologist يعني علماء أحياء ميدانيون يعني بيشتغل في الميدان يعني في المكان اللي هو بيدرس فيه الحاجة يترى teach teaches are taught is taught مبدئيا اسأل نفسك سؤال واحد زي مولتابل كده يترى كلمة the young men فاعل يعني هو اللي أم بالفعل ولا مفعول واقع عليه الفعل يمصد الشباب دول هم اللي هيعلمهم ولا يتعلمهم لا ده هم كده يتعلمهم إذن هم وقع عليهم الفعل يبقى صيغة مبني المجهول ده أول نقط طب المبني المجهول كم بيكون من قاموا إزواروا تصريف ثلاث في المدرعة البسيط طب ينج من اسم جامع يبقى are taught تمام يعني هنا الشباب الرجال الشباب أو رجال في سن الشباب يتم تعليهم أن يكونوا علماء أحياء ميدانيون نمر ثري what time not the break start in this school عايزو له هنا يعني امتى الفسحة بتبدأ في المدرسة دي عشان ما تتلخبطش بين is و do أو does يعني عندك هنا فعل start ده فعل مصدر ما ده للسؤال فيه هنا فعل مصدر يبقى is خطأ طب هز بيجمعها تصريف ثلاث لو كات في المدرعة البتائم إذن do ولا does الفعل عندي the break الفسحة ده اسمه مفرد يبقى هنا what time does a break start number four هزولك إن هي يعني لو تصهر أو لطبقة متأخرة ليلة يعني بتصهر كتير بالليل فأيام الدراسة إنت بتكلم على إيه على اسمه مفرد مبدئيا اسمه مفرد هتلاقي doesn't تنفع didn't hasn't never كله هينفع مع المفرد طب أنا هفكر بطرقة تانية اللي هي إيه إن كلمة استاذ فائس ولو جبت didn't ما جيبش فعل فس يبقى doesn't و didn't غرض طب hasn't ولا never hasn't لو جبتها بجيب معها تصرف ثالث يبقى خطأ إذن هتبقى never يبقى هي عمرها أبدا ما بتصهر متأخر بالليل فأيام الدراسة number five my colleagues and I usually no breakfast together أنا وأصحابي في الجمعة عادة لما بنتناول الإفطار مع بعض بكلمة هنا عادة يعني مدرعة بسيط isn't are having خطأ عشان دي مدرعة مستمر وهاف هات مدرعة مش هتنفع طب هاز ولا هاف قل أنا وأصحابي بها هنا number six my little sister أخت الصغيرة meals outdoors أخت صغيرة أعجل لك نعم بإيه بتتناول أو لا تتناول هنا لأن الجمعة لكلها منفية لا تتناول واجبات خارج المنزل outdoors إذن أخت صغيرة لو قلت hasn't كلمة هاز بمعنى تناول منفعش كده بيدي غلط طب isn't had ده كده بتاعة ما بمجهول خطأ طب هاز never ولا never has كلمة هاز معناها تناول يبقى never has لأنه في العل أساسي وظروف التكرار اللي هي never تأتي قبل الفعل الأساسي number seven the community to look after wild animals المجتمع to look after wild animals أزولك إيه يعني طبعا المجتمع هيشجع على الاعتناء بال wild animals اللي هي الحيونات البرية ولا يتم تشجيعه وكده المجتمع هيتم التشجيعه مش هيشجع إذن هنا is encouraged تمام يبقى هنا يتم تشجيع المجتمع المجتمع مصوح بالناس يعني بالعالة الاعتناء بالحيانات البريد لكن the community encouraged ماضي بسيط ما فيش حاجة تدلع الماضي يعني أنا بكلم على حقائق موجودة مضرع بسيط number eight tigers not haunted as much as in the past عايزي يقول هنا أن الأمور لا يتم صادع بنفس القصرة في الماضي كما كانت في الماضي يعني خلي بالك هنا tigers اسم جمع isn't غلط المعنى كده خطأ إنما weren't ده في الماضي ولا aren't هتبقى aren't طبعا لأن كلمة انزبست هنا مش كلمة دولة على الماضي يقول لك النمور لا يتم صادعها حاليا بنفس المقدار اللي كان يتم صادعها في الماضي عشان طبعا ممكن تنقرد number nine كريم used to play chess كريم يعني بيعتاد أو كان يعتاد على لعبة شطرانج but now لكنه الآن هي هل يبقى كما جملة جميل أو شيء كان بيعتاد على الفعل في الماضي لكنه الآن لا يفعله يبقى now he doesn't هو لا يقوم بهذا الفعل هو قوي إذن هو معتاد على العمل بجد ولا لم يعتاد عشان نعرف المطلط ولا من في الأول لو كده بيعتاد على العمل بجد إذن غلط طب يجوارها فعل مصدر فدي غلط طب كلمة يعني يستخدم إنما هو يعتاد على العمل هو يكون قوي يبقى بيجوارها نون وكلمة ديت اسم افتكروا بيجوارها إما فعل في أو زي كلمة في الماضي لو كان بيكلم على العدد في الماضي تعليم الطلاب زوي القدرات المختلطة قدرات مختلطة يعني عندهم مهارات مختلفة وقدرات متفاوتة مع بعضها في فروق فردية بينهم يعني يتراه لنا ده هنا سؤال بطي غلط طب خطأ هل تخرج لا تخرج حتى هل بقى احنا قلنا احنا قلنا يا مصر ان الرابط الزمنية بيجي قبلها مستقبل مستقبل لو جات في النص يعني وبعدها مدرع بسطأ مدرعتها هنا مصر جاب لي مدية نقطة كمين مهمة خلي بالك منها انه ممكن قبل رابط الزمنية يجيب لي امر مثبت او امر منفي مكان المستقبل يعني وبعدها كده كده يا مدرع بسيط يا مدرعتها طيب هنا خطأ طيب بسيط طب هو العمل بتاعك هيفعل نفسه لا طبعا حتى يتم الانتهاء من عملك بابا يعتاد على شراء حلوة لنا يعني معنى الكلام ده هو بيعتاد خليبات دلوقتي لو قلت يبقى كان يعتاد في الماضي لكن لا يحد يبقى ده غلط طب ما حصلتش كلام ده أبدا ده بقول لك إنه بيعتاد وقال لو بصت هابت لو بصت هابت كانت تبقى زي الليتر ايه إنه كان يعتاد لكنه دلوقتي لا يعتاد على فعل الشيء ده فبالتالي دية عادة حالية في المدر عشان احنا كده وصلنا لآخر حاليات النهاردة لو عجبك الفيديو ما تتساشى اشترك في الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك لجدوات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس عالمي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله